سلام لبنات نتمنى ان شاء الله تكونوا كامل بخير ان شاء الله وتكونوا بخير وسعادة في هذه الساعة اخواتي اليوم جيتكم هذا الطبق طبق الطعام احنا في الغرب منطقة الغرب نقولوا لها طعام والكين اللي يقول له كسكسي كين اللي يقول له كسكس وكل واحد كيفاش يديره بالحم جاج بالحوت باللحم غنمي انا هنا غدي نديره لكم بالحم تعلجاج كيماركو تشوفوا اخواتي نمروا على بركتي الله بالنسبة للمقادير بسم الله هنا عدنا الخضر كما كون شوفوا طماطم باطاطا جازر لفت محفور وبصل وعندي القصبر وهنا يديت عرش كبير ساح كرافس يعطيها بنا رائعة الكرافس ماذا بكم اخواتي تدو هدك كي تبغوا تشرود تدو هدك اللوب اللي يجي في الوسط عنده واحد البنا ما شاء الله خارقة هنا يا الجاج عندي الجاج عندي الحماص هنا التوابي الحرور قرفة عود قرفة صغير فلفلة حمرة كركوما بابريكا مشي مشروط بابريكا هنا تقدروا اللي عندها اللي ما عندهاش محليش وعندي سكيل جبير هنا يا بالنسبة للكوسكوس هنا تقدر كيلو وبالنسبة لتقضيع التقضيع تقدروا تقسموها غي بنزوج باطاطا بينزوج و لديلوها كما هكا تاني والجازر هنا هنا عندي اللفت المحفور عندي اللفت صغير كين حبة صغير كين شوية كبار اللي كبار نقطعهم بينزوج و اللي صغار نقصهم كما هكا في المالق هنا يا عندي البصل البصل الأحمر انتم بتقدروا كما بغيتو البصل اللي عندكم حطوه والطماطم تقدروا تقسموها غي بنزوج مشي مشروط تقطعوها كي مالا نقطع فيها أنا وبالنسبة للقرجة هنا الخضراء اللي ما حطيتهاش هنا من بعد غدي تشوفوها غدي نرميها من بعد خاطر شندوب هي والبطاطا من الأفضل حتى مع التالي تحطوها هنا يا عندي فلن ندو قدر تعل الكسكوس وهنا ينديروا زيت نباتية هنا زيت زيت زيتون تقدروا زيت نباتية هنا غدي نجيب الجاش تاعي مع الحماص هنا يا نص جاجة كما قلت لكم اللي عندها افخد تدير بافخد كل واحدة ومشي مشروط تديروا جاجة ولا نص جاجة المهم يكون فيها طعام هادا كتاع الحم هنا يا عندي الكرافس القصبار عندي الحماص تاني وهنا يا نديروا باقي الخضر عندي الجازار اللفت المحفور البصل كما كنت شوفوا هنايا ومن بعد غدي نزيدوا التوابل تواعنا والبطاطا كما قلت لكم والقوجات هذيك الخضراء نخلوها حتى من بعد لخاطر شيء يقدر يدوبونا والفلفلال هذيك الحمار عمشي مشروط كما قلت لكم ونضرو تاني طماطم وصبارة غيش او واحد شوية من كترش تاني باش مجيش المرقى عاقدة بزيف كي اللي يبغي المرقى تكون صادقون كي اللي يبغي المرقى هذيك تكون تقيلة وكي اللي يبغيها تكون خفيفة هي كل شيء على على الطماطم المصبارة ما يوحد ما يكترش هنايا درت التوابل تواعنا هنايا غادي ندير واحد المغرف هكا تكون كبيرة شوية هكا نديرها طماطم مصبارة وهنايا غادي نديرها على النار واللي يبغي يدير هنايا غادي ندير المحامي هنا درت المكان شوية خليت اغي وحت شوية مشي بزيف هكا تكتك ومبعد زيت عليها الماء هنايا غادي بعد ما المرقى تاعنا راهي طيب سوف تحكيم الكسكس هدا الكسكس قليت خرق ندير حفاء زيتون ونبص عليها اaggiق لألالك كبيرة مامك يعاد seemd لا يبغي ذ male تدريحة خزيفة بذلك نحل فيه كما هكا نبسس فيه مليح باش هدك الزيت يدخل زيت ولا زيت زيتون نبسس سمليح ونضعها في الكسكس هكا ناشف هي هدك الكائن اللي يغسلوه هدك يجي مفتول هدك يجي شوية يابس اللي قتغسلوه تنفخوه بصح هذا ما شاء الله الكسكس هذا ما ياخدش وقت في المعودة وكاين الكسكاس ثاني يلعب دوره الكسكاس اللي يكون يكسكاس مليح يفور مليح انا عندي هدل هدل القدرة مع الكسكاس تحتها ما شاء الله زعمه راي في شعال من عام عندي الله يبارك بلك راي عندي في 12 عام راي الله يبارك تتفور لي غاية الشدة العالمة ما شاء الله وتفور غاية في الساعة هنا يا غادي نحك ما غادي نحط بعد ما فارنا الكسكاس الكسكس عفوا هنا غادي نعاودها المرة اللولا ندلها الماء هنا غادي نجو غادي نجيب كمية من الماء هكا قدر هنا يمتاز إلا ربع هكا تعمى يكون المقدار تعهب لك 200 مليلي تخاك و هنا نجيب الماء نحط الماء هكا ونبدأ نحل فيه باش للماء يدخل غاية الغاية الداخل واللي حسيت بالماء ما استحملتش درجة الحرارة تقدر تستعمل هادك الذراب اليدوي وتحل به يحل ما شاء الله تاني حل لك غاية الطعام تقدر تاني تستعمل الملعقة هذيك الخشبية انا هنا يراني نعاود فيه كما راكم نشوفه وانبعاد غادي نعاود نرده في الكسكاس يعاودي فور مرة ثانية هانا اخاوات المبتدئات تقدر تستعمل هاده ايلا احسيتوا هاكا عندكم مستحملتوش لالحرارة على الكسكس كما رأيكم تشوفوا هنا نكمل بيديا ونرد الكسكاس المرة الثانية تقودوا هاكا تحلوا في هادك التكوار تقدروا تجيبوا هادك بصيار وتحلوا في هادك الحبات الاخوات اللي صادبوا نوعية على الكسكس هنا كما كنتشوفوا هنا راني نعاود فيه راني نحل فيه غاية الغاية حتى ما يبقوا ليش هادك الكوائرات تحلوا حبيبات الكسكس المتلاسقة انا هنا بعد ما نحله كما تشتف الصورة تقدروا تاني تستعملوا باسواغ هذي كيلا شتوب اللي الحبيبات ما زلوا باقيينكم مكورين تقدروا تستعملوا هنا كما كنتشوفوها ولا مبقاتش حبة واحدة مكورة نضيفها 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 نضيف الكابوية نضيف البطاطا نضيف الكسكس نضيف الكسكس نضيف الكسكس نضيف الكسكس نضيف البلح نضيف الكسكس نضيف الكسكس نضيف الملح نضيف الكسكس تستعملوا من هذا الدراب إلى إلاجكم حامي نكمل ثاني نقعد ندخل في هذا الممليح حتى يشرب لي هذا الطعام ونقعد نديره ثاني في الكسكاس للمرة الثانية عفوا المرة التالية خطرش المرة الأولى درنا الكسكس ناشف ونبعد عاود رديناه في الكسكاس عاود درنا الملح وغادي نعاود نرده ثاني نعاود نرده في الكسكاس وهي على حسب نوعية الكسكس كيف يتعاود ثلاث مرات كيف يتعاود مرتين كل واحد ونوعية الكسكس الآن الكسكس عاودته ثلاث مرات وفي المرة الثالثة درت له الدهان شاولا ما تديروش الماء بزاف باش ما يجيكمش معجن هلقش تكتروا الماء بزاف نضيف ميزان نضيف ماء بزاف نضيف ماء بزاف نضيف ماء بزاف إنسان نضيف فم نضيف ماء بزاف نضيف ماء بزاف نضيف ماء بزاف نضيف الزبدة 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 ندخل الزبدة مع الطعام ندخل الزبدة مع الطعام ويجي يجيه شيش هذه هي هنا حاولت اني من نقطع لكمش بش تشوفوا غاية الغاية كيفاش تكون كيفاش نديرو هاد المرحلة الأخير اضع الزبدة نقوم بمليح الطعام حتى يدخل الزبدة يدخل مليح في الطعام وهذا الطريقة تستعملوا كما هكذا يدين نضيف طبق كبير نضيف طبق كبير نضيف طبق كبير نزين احمل فوق ونزيد نسجم احمل فوق ومن بعد نجيبو له الخضر تاوانا ونزينو بهم الكسكس تانا كسكس هذا الكسكس تعلمه العائلية وتعلى الافراح دي محاضر في الافراح ونزينوهم نحطوهم كل واحد على جهة صاير ضاير ونزيدو الحمص تاني نكملو التزين ونروحو للطبق النهائي ان شاء الله ان شاء الله يكون عجبكم الكسكس تعليون هذه هي نديرو البطاطا بطاطا طابت غاية ما شاء الله القرجات كل حاجات طابت الله يبارك هنا نجيبو الجاج نحطوه ملفوق والحمص ثاني تانا ونجيبو له المارق نزيدو عليه المارق ملفوق وشهية طيبة على الجميع ان شاء الله ونقول لكم ان شاء الله يكون هذا الطابق عجبكم ونطلقوا ان شاء الله اخواتي بإذن الله في فيديو اخر وما تنسونيش باللايك والدعم والاشتراك الاخوات اللي جوا جدد ما تنسونيش بالاشتراكات حاكا باش قناتي تطلع بكم ونقول لكم نتلقوا ان شاء الله في فيديو اخر مع وصفة اخرى الى اللقاء اشتركوا في القناة